الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يعلنها للعالم اسرائيل مجرمة حرب ولن نكتفي بادانتها بعد اليوم على مجازرها الوحشية في غزة واصفا الاحتلال بمجرد بيدق لا اكثر فيما وجه اردوغان رسالة حازمة للغرب قائلا اذا كنتم تريدون مواصلة الحملة الصليبية فهذه الامة لم تمت ونحن حاضرون في الشرق الاوسط كما كنا في ليبيا وكارباغ تصريحات تركية تأخذ طابعا شديد اللهجة للمرة الاولى منذ بدء العدوان على غزة رد الاحتلال عليها بسحب دبلوماسيه من انقرة فهل يمهد ذلك لتدخل تركي مباشر في الحرب؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر